سلام حلقة اليوم هي استكمال للحلقة السابقة لإلعاقة بأداء وزير الداخلية بما يتعلق بالأمنية الآية للسقوط بالحلقة الماضية عملت فيديو عرضت فيه مشروع اقتراح تقدمت فيه المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي بعد دراسة أجراها ضابط وعرض على وزارة الداخلية وعلى وزير الداخلية تحديدا وكان عم يقترح نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة عم يطلب فيه من وزير الداخلية أنه يمنح ترخيص استثنائية لأصحاب المباني القديمة المهددة بالسقوط والمتصدعة لحتى يرمموها على اعتبار أنه كثير من أصحاب هذه المباني عم بتكون السبل مسدودة بيوجهن وما عم بيكون فيه أي إمكانية لأي ترميم وقتلكونه عم يجوا عم يعملوا ترميم قوة الأمن واقفة بالمرصاد عم تسطر محاضر ضابط بحقهم وعم توقف الوراش وعم تهد اللي عمروه إجا هيدا الضابط عبر المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي قدم هذا الاقتراح عرضنا الفيديو المرة الماضية واللي هو إجا على خلفية انهيار مبنى مألف من ثلاث طبقات بترابلوس واللي تسبب بجرح حدد من الأشخاص وفاة طفلة وكي لا تتكرر هذه المأساة قالنا أنه يفترض يغير أداءه ووزير الداخلية بهذا الموضوع وعلى اعتبار أنه البلد عم بمر بأزمة وبانهيار اقتصادي غير مسبوق قالنا يفترض إراعي هذه الظروف الإنسانية ومش يستعرض ببطولات وهمية ويعمل يوم أمنة ببلد محروق دينه ببلد ما فيه خبز ما فيه كهربا ما فيه اتصالات يعمل يوم أمنة حتى يشوف من هي السيارات المخالفة ومن اللي مش حاطة حزام الأمان فكر حاله بسويسرا وزير الداخلية يفترض ينزل على الأرض ليفهم الناس كيف عايشه هو كان قاضي يفترض أنه كان قاضي ما بعرف كيف كان عم يتصرف كقاضي وتم اختياره على اعتباره أنه هو مقرب من الرئيس نجيب مئاته لحتى يكون وزير داخلية إجا وزير داخلية مفروض يكون من الناس ويفهم الناس ويراعي هذه الظروف مش ياخد قرارات همايونية ويقرر أنه هو يوم أمنة لقمع المخالفات يروح يوقف العصابات اللي هي عم تشلح الناس وعم تتجرب المخدرات واللي عم تسلب عمليات السلب والنشل اللي عم بتصير الهائلة مش يستقوي على ناس معترة محروق دينة ما عنده حدا لحتى يعمل يوم أمنة فأنا قلت أنه فيه اقتراح مقدم لوزير الداخلية هذا الاقتراح بيطلب منه يمنح ترخيص استثنائية بيظل ظروف استثنائية عم بيمر فيها البلد بيقوم خيكون وزير الداخلية بيطلع من بعده تعميم رقم 23 على ميم 2022 بيقول يتعلق بإخلاء الأبنية القديمة المتصدعة لآية للسقوط خيكون بسام المولوي طلع قرار بيطلب فيه من القوى الأمنية والبلديات أنه تخلي كل المنازل اللي قايلة للسقوط مش قرر يمنح ترخيص استثنائية لترميم هذه المنازل أنه أخلوهن غصبا عنهن وكبوهن بالطريق يعني مسألان هو أنه فيه انهيار مسألان أنه هو العالم ما عندهم بديل يعني شو اللي جبروا على المر الأمر منه مين اللي بيقبل يقعد ببات متصدع وممكن يقع بأي لحظة وقعد مرته وولاده وأمه وبيه بهذا البات إلا اللي مضطر بيجي بيطلع الأرار وزير الداخلية بيقول فيه بيطلب أنه لازم ينعمل مسح شامل ودقيق على الأبنية القديمة المتصدعة الآية للسقوط وبيقول أن وزارة المالية بمعرض جوابها على الطلب الموجه إليها بالموافقة على تأمين التمويل اللازم لتدعيم الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس التي تشكل خطرا على السلامة العامة قد اعتبرت بموجب كتابها حاطت رأمه أنه لا يقع على آتق الدولة تأمين تمويل تنفيذ مشروع تدعيم وترميم الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس وأن الموضوع يقع على المالكين أولاً ومن ثم على البلدية يا أخي نحن ما عم نقول لك أن الدولة اللبنانية اللي هي مفلسة تجي ترمم هذه الأبنية عم قل لك أعطي ترخيص لحتى هاي الناس اللي قادرة تأخذ من هون أو من هون تقدر ترمم هذه المساكن اللي ساكن فيها وقت اللي هي عم تجي عم بترمم قوى الأمن الداخلي عم تقمع هذه المخالفات وعم بتهدى وعم تسطر محاضر ضبط أنت يفترض عليك تعمل ترخيص استثنائي لتسمح لهم أن يرمموا هذه المنازل وبيكمل المولوي بيقول حفاظاً على أرواح المواطنين اللي هو كتير سألان عليها يطلب إلى المحافظين كلهم ضمن نطاق المحافظة وبصورة عاجلة التعميم على البلديات والقائم مقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات والبلديات المنحلة توجيه انذارات إلى القاطنين في الأبنية القديمة المتصدعة بوجوب إخلائها وفي حالة الخطر أداهم إخلاء الأبنية الآية للسقوط والاستعانة بالشرطة البلدية وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الحاجة وشؤال على اعتبار أنه يشعر بالمواطنين على أن يصار إلى تأميم مأوى مؤقت للعائلات التي تم إخلاؤها من قبل البلدية المعنية وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والإنسانية التي تعنى بالحالات المماثلة وعدم إشغال تلك الأبنية بعد الإخلاء من قبل أي إن كان عم نيجي نقل لك أعطي ترخيص لحتى تترمم هذه المنازل وشوف البلديات والجمعيات شو بتقدر تساعد لترميم هذه المنازل عم تطلب أنت من البلديات اللي هي مفلسة كمان مثل ما الدولة مفلسة واللي كثير منها لهذه البلديات ما معت جيب ورق عرفت كيف وما عندها حبر بالبريمتر اللي عندن عم تيجي تطلب منها أنه هي تأمم مساكن بديلة هي ما قادرة تمول الترميم أنت عم تطلب منها تأمم مساكن بديلة ما بعرف وزير الداخلية كيف بفكر ومش عارف كيف هيدا الحل بالوقت اللي ناس منهارة ما معتاكل ما في شغل بطالة عالية أسعار السلع نار ما حدا عم بقدر يقدر يأمن قوت يوم وعم يجي يطلب من قوى الأمن اللي هي كمان ما معتاكل عناصر قوى الأمن الداخلي واللي هني رواتبهم صارت أقل من 100 دولار عم يجي يطلب منهم أنه شو فقراء يزعبوا فقراء من بيوتهم ويطلب من البلديات والجمعيات الأهلية تأمنوا منازل منازل إيواء مؤقتة مش عارف هيدا الحل كيف طلعوا بس قلت خلينا أنا عم بعمل متابعة اللي عمله قلق لوزير الداخلية لحتى شوف أنا كيف بده يكمل وبده أقول له أنا أنه كل قرار عم ياخده هو ما براعي الظرف الطارق اللي صاير بالبلد رح نحنا نجي نعمل نفتح عليه ونقول أنه هو أخطأ هون وهو غلط هون وهو يفترض فيه يكون قاضي يعني حامل الميزان بالنص بيعرف يزين اللي صاير فيه أنه الميزان منزوع مو عم بيميل دايما نطلوع إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر